السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اليوم سأكون القريسات وقريسة الجديدة يريدون القريبة يصفون من الاستخدام المائي قريسة الصغيرة ومعشرة نحتاج ثلاثة ديال كؤوس ديال التقيق الأبيض الخاص بالحلويات نحتاج 1 الفانيليا كمونك كهلة ما بغيتوهاش ما تضيفوهاش تقدروا تديروا قشور ديال الحامض نحتاج هنا جوج معالق ديال سكرسانيدا على حسب الضوك معالقة صغيرة ديال النافع ومعالقة ديال ديال زنجلان نحتاج نصف مالقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات محتاج خميرة حلويات او بيكين باودر نحن نستطيع نصف مالقة صغيرة ديال الملحة ضروري الملحة يعني في هدل عجيني لان باش قريج لاتوكي يجو دادين بالنسبة الزيت نوضع هنا ربع كأس ديال زيت او ميو عادية ثلاثة مالكبار ديال زيت نحتاج هنا كاز ديال الحليب كاس صغير على العنبه لا يوجد 150 مليل لتر يحتاج كيسان يكون عامرين إذا كان لديك كيسان صغير يحتاج كيسان ونصف السوائل ضفت هنا كاس الحليب ضفت هنا كاس دافي ضفت خميره وخبز وخلط الخميره جيدا ونضيف جميع المكونات ونحتاج فقط ملعقة إذا احتاجت شوية الماء تضيفه كيسان يشرب فكتبقى وخلطها تحصل على قوام يكون جاري شيئا ما يعني لا تشد فرصها لتحصل على قرص ونضيفه 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 كيسان يشربه ونضيفه 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 YEN y ونبيع نبيع ونضيفه بخطت كيف flip يجب أن نحيضه بسهولة بعد مرة تقريبا مدة 11 دقائق تلاحظوا بحالة متماسكة وكأننا ندلقناها مع أننا لم يقصنا نهائي فالطريقة جيد جيد سهلة لا تعكزوا هكذا توجده الجود داي فأنا نفعكم بزاف تقدروا بكمية كثيرة وتوضعها في المجمد وكذلك تقدروا تتعمرها بشوكولة في الوسط أو تتعمروا بلاكون فتور فأنا نجعلهم بحالة كذا ونوضعهم هكذا في المجمد ونقسمهم ونوضع في الوسط الحشوة اللي بغيت فبهالطريقة نأخذ فقط غامل عقب حالة كذا ونوضع كمية وننضح تقريبا كنخلي واحد الشوية ثم سوف يخمرهم ما كن نعمرهم نضح الفوق بهالطريقة هذه فهالكيمية اللي أعطيتكم سوف تعطيكم 12 مصنع حبه بالحجم اللي سوف تراهو أخير الفيديو فبهالطريقة هذه كميال حتى نكمل جينال اللي عندي نشعل الفرن مباشرة كي يكونوا خمروا لان الجو بقي شوية سخن فإذا كان جوا بارد تخليهم شوية يرتاحوا او لا تشعلوا الفرن و تطفيوا عليه شوية وتخليهم يخمروا واحد شوية حتى تخليهم الفران فهذا الطريقة هادي وخا تشوفوهم هاكدا كما شفتو وخا يجو يعني ما مقادلش ولكن من بعد فاش كي يخمروا او كي يتطيبوا فراء كيتقدوا راسهم كناخدوا واحد شوية دي الماء او لا شوية دي الزيت كنت هنبيها هاكا الاصبوع ديالي وكن حاول اني ننقد السطح ديال هاد العاجين غيمل الفوق بحال هاكدا ومن بعد ان شاء الله فاش غادي يخمروه هما غي تقدروا هاكدا او غير بوحدهم وغادي يجيو متساويين بها الطريقة هادي حتى كنكمل من بعد كنخفق واحد البيضاء كاملة وكندهنهم الفوق وكنخليهم يرتاحوا غير شوية وحد خمسة دقائق من بعد كندخلهم الفر مباشرة فكنت من احبابي تجربوا فكرة ديال اليوم فراها جد رائعة وسهلة يعني ما غاديش تعكزوا عليها نهائيا فهالطريقة هادي كما قلت لكم عملية خصوصا للنساء العاملات وكذلك هكا القوتي المدراسة فغينفعوكم بززاف هنا مبعد ما اخديت واحد البيضاء خفقتها مزيان واضفت لوحد شوية ديال الماء واول شوية ديال الحليب اللي بغيتو وانا كناخد شوية زنجلان وكرشه من الفوق يعني اختياري لما بغيتوش مديروش ماشي ضروري فبهالطريقة عادي سافي كنشعل الفران وكندخلهم يطيبون بعد ما كرتاحوا وانا ارتاحوا لي واحد خمسة دقائق سافي كنشعل عليهم من تحت غير كي يطيبوه تقريبا 180 درجة يعني كتكون شوية متوسطة الحرارة فاش كي يطيبوه كتحمروا من الفوق وكننخرجهم فهذا ومالك ريسات ديالنا بعد ما وجدوه صراحة كي يجي وروعة من قلكمش كيفاش كي يجي ومن اروع ما يكون رطبين بزاف وشاشين ومحمرين كما كتلاحضون نتيجة ناجحة مئة بالمئة فكنتمنى غير تجربوهم وتردو علي الخبار ففعلا كيستحقوا تجريبة ساهلين ومنظر ديالهم كي يجي يعني مغايرة على المعتاد وكي يجي حاجة جديدة وشي حاجة رائعة فلحطتهم هكذا الوليداتك او الديوفك فمغي حشموكش نهائيا لانهم فعلا كي يجي وزوينين بزاف تقدروها كدهنهم شوية النبج من الفوق كدهلك تقدروه مثلا ما تديروش هكذا ما تديروش زنجلان والدهن وما كدهو ترشوم شوية الكاوكاو او لا تديرو فقهم شوكولا او اللي بغيتو فكي يجيو خفافين هشاشين بزاف غادي غنيوكم على اي حاجة بغيتو اديروها القوتي فهدو غادي يجيوكم ساهلين فما كيش مسهل منهم وما كيش يعني مصرع منهم فهم سريعين جدا وخفافين والدادين والله فاش كانوا كي طيبو يعني المدق او الريحة كانت تعطيها ما شاء الله الريحة ديال ذاك النافع مع زنجلان فكي يجو قريش لات يعني بحل القراش اللي كان وجدو غريهم كي يجو خفاف كتر يعني لانهم سائلين فكتكون العجينة خفيفة لهذا كانت تحصلوا على هاد 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 القريصات هكذا خفافين بزاف حل الريحة فغير جربوهم فان شاء الله هتوليهم مدمنين عليهم انا متأكدة هدي ومعتمدين عندكم وغينفحوكم بزاف بزاف واقتصاديين هادو ما شفتو بدون بيض بدون يعني مكونات كتيرة فقط بثلاثة ديال كيسان ديال تبقيق كتحصلو على هاد القريش لات بحلق دا انا را فاش حلي ترى باقا سخونة يعني هاد القريش لات راكم عارفين خاصكم تاكلو مهو مدافين او لابا يعني ماشي سخانين فكيجوا خفافين قطنيين ومجعبين كما شفتو بحال هكذا كيجوا زوينين وبلا ما تكورو بلا ما تعجنو بلا ما تشي حاجة بلا مجود بلا تعب فكتبنا فكرة ديال اليوم تكون وصلاتكم تخليون لنا اكبر عدد من اللايكات باش تعمل فائدة وكذلك باش هاد الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس وباش تشجعونا كذلك لعال الاستمرار فذيك اللايكات اللي كتخليون لنا كتعني انكم عجبتكم الوصفة وعجبتكم القناة ديالنا فهم طبيعة الحال اللي لعجبتكم وعجبتكم الوصفة وشفتو ان القناة ديالي كتستهل الدعم فكنتمنى انكم تخليوا لنا لايكات واشتراك في القناة لأول مرة كيشوف القناة من طبيعة الحال وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد فكنتمنى انكم خفيفة على قلوبكم وصلنا الى نهاية الفيديو نتمنى وصفة اليوم تكون نالت اعجب ديالكم بصحة ورحة الى فيديو اخر ان شاء الله اترككم في رعاية الله الى اللقاء احبابي